استاذ عبدالغاني اتفضل ايوة الشيخنا السلام عليكم عليكم السلام ونحمة الله وبركاته كان عندي سؤال لحضرتك بس في المراس اتفضل السيد انا زوجتي والدها توفى وكان سايب اربع بنات وولد طيب اربع بنات وولد ديت اربع بنات يعني اربع اربع بنات وابن ايوة طيب في حد كان ما توفى قبله في حد من الاولاد دول حد من الحد ليه اولاد كان توفى توفى وهو عايش ابوه وهو عايش الجد لا لا طيب فضل فهو لما توفى كان جوز واحدة بس من الابناء طيب طيب فضل ثلاثة طيب ثلاثة والدتهم اللي جوزتهم طيب جوزت منهم واحدة وتوفت الام كمان طيب هل البنتين اللي فضلين ليهم جوازة من المراس الموجود انا اقول للناس الكلام اللي انت قلته عشان نبقى واضح ايه اللي بيقولوا كده بيقول يا جماعة الراجل وهو عايش جوز بنته بعدين بعد كده راح مجوزين البنت ففضل بنتين ما دفعوا لهمش فلوس الشوار بتاعهم او ما دفعوا لهمش فلوس الجواز بتاعهم يبقى ما هم مستحقين قبل ما نوزع التركة ان احنا نضلع لهم فلوس جواز زي البنتين التانيين الجواب لا الجواب لا ليه لان اللي حاصل ببساطة خالص ان خلاص الاموال بعد ما توفى بعد ما توفى الوالد اصبحت انتقل هذا المال بالخلافة لأولاده يعني هم ورسوه خلاص فاصبح المال اللي هو كان ملكه قبل الزواج قبل الوفاء ده لأولاده اللي هم الخمسة يبقى ايه اللي حاصل طب والبنتين اللي ما خدوش نصبهم يعني ما ما تصرفش على تجهيزهم اولا مش هكلمك في ان تجهيزهم ده مش فرض على الاب ولا على الام اصلا تجهيز البنات مش فرض على الاب ولا الام تجهيز البنات ده على الزوج تجهيز اساس الزوجية ده على الزوج وبعدين حصلت شوية اعراف بنا ان عشان انتو بتبقوا قادرة ان انتو تشيروا ايه للبيت فبندلكم مزيد من المهرة عشان تستطيع ان انتو تأسسوا البيت طيب خلاص طب ايه اللي حاصل خلاص لا الاب دفع ده هبى لبنتينه دفع الفلوس دي هبى لبنتينه ورح مجهزهم خلاص طب ايه اللي حاصل ثم توفي المال ما بقاش ماله خلاص المال بقى مين مال الورثة طب وهل كده هو ظلمهم لا هل هو قاسم لانه ما دفعش فلوس او ما حجس فلوس للبنتين التانين عشان جوازهم لا هم مش مستحقين ان احنا نحجز لهم جزء من المال قبل توزيع التركة لا مش مستحقين لده وتتوزع وتوزع التركة للذكر مثل حظ الانسائين بين هؤلاء الخمسة